أبو سالم من أبها يقول هل فسخ النكاح بين الزوج وزوجة يعتبر طلاق وهل أيضا يسأل يقول والآن بعد ذلك تريد أن ترجع له لكن والدها رفض فما الحل بارك الله فيكم فسخ النكاح لا يعتبر طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق على الراجح لأنه فسخ وهو باين مثل الطلاق على عوض باين فلا تحل له إلا بعقد جديد وكل والدها يرفض هذا وهي لها رغبة ووكفء لها لا يجوز لوالدها أن يمنعها قال تعالى فلا تعضلوهن أي أنكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فإذا كانت ترغبه وهو كفء لها لا يجوز لوالدها أن يمنعها لأن هذا من العوض المحرم نعم